اهلا وسهلا فيكن جميعا متل ما بتعرفوا ببداية هالسنة تم الاستحواذ على شركة اكتف فيجن بليزرد من قبل مايكروسوفت بصفقة تقدر باكتر من 68 مليار دولار ومن هداك الوقت الى الان بلشنا نسمع اخبار كتير تخص اتمام الصفقة شي بيقولك انه اتعرقلت وشي بيقولك انه ماشي بكل سلاسة بالمقابل شفنا كتير من جمهور سوني مستائين من هالاستحواذ لكن بعمرنا ما اسمعنا تصريح رسمي من سوني نفسه كالمنافس المباشر لمايكروسوفت بعالم الالعاب واللي صر لهم سنين طويلي شركاء مع اكتف فيجن لتسويق العابة مثل اجزاء كولوف دوتي او كراش بل حتى حصولهم على بعض مزاياها كحصريات مؤقتة لكن الشي هذا لم يستمر طويلا بحيث اننا اخيرا اسمعنا تصريح ولو بشكل غير مباشر من قبل سوني عن رأيهم باستحواذ مايكروسوفت اول شي خلوني اشرح لكم الوضع بشكل سريع لما الشركة بتستحواذ على شركة اخرى لا تتم الصفقة قبل ما تمر على الحكومات ويعطوا الموافقة من قبل اللجان القانوني المختصة بمواضيع ضبط الاحتكار وما شابه من اشهر هاللجان هي المفوضية الاوروبية اللي بتشمل كل دول اوروبا واللي تعتبر من اهم الموافقات اللي لازم تحصل عليها اي صفقة لحتى تم وغيرها طبعا من الدول اللي لازم تمر عليها الصفقات وحدة من هالدول هي البرازيل مايكروسوفت قدمت اوراقه هنيك وبلشت اللجنة البرازيلية تحقق فيها ابتداء من شهر خمس الماضي اثناء التحقيق بتجيب اللجنة اطراف مختلفة وبتاخد رأيهم بالاستحواذ لحتى ياخدوا اراء متنوعة من كل الجهات ويعرفوا اكتر ابعاد هالصفقة ومدى تأثيرها من اكتر من منظور الاطراف هاي هي شركات مثل وورنر براثرز يوبيسوفت بانداي نامكو او حتى شركات ضخمة مثل جوجل وميتا وابل من ضمن هالاطراف هي شركة سوني وهون ببلش الموضوع يصير مثير للاهتمام كل الجهات اللي انسألت عن رأيها بالصفقة كانت اراء ايجابية وما كان عندهم اي مشكلة معها باستثناء الممثلين القانونيين لسوني واللي كان ايلون رأي اخر فصرحوا بدورن بمجموعة امور وركزوا معي بالدايقتين الجايات سوني مؤمني تماما انه اهم عامل لجذب اللاعبين لأي منصة هي الالعاب المتوفرة عليها اكتر من القوة التقنية للجهاز اكتر من الخدمات اكتر حتى من السعر سوني ايضا مؤمني تماما بانه لا يمكن لأي شركة بالعالم سواء اي 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 او تايك تو او ايبك جيمز وغيرهم لا يمكن لأي وحدة فيهم مهما كانت عملاقة انه تصنع لعبي منافسي لكول اوف دوتي بحيث انه سوني شايفي انه كول اوف دوتي ليست مجرد سلسلة العاب عادية بل هي تصنيف كامل جانرة يعني بحد ذاته بمعنى انه باتلفيلد و ووفرواتش واي بيكس وهيلو وغيرهم هدول كلهم مجرد العاب شوتر بكفي وكول اوف دوتي بكفي تاني تماما اكبر منن بوجهة نظر سوني طبعا بل حتى انهم شايفين انه حتى لو ايجت شركة في عنده ميزانية اكبر من اكتف فيجين وطورت لعبي بنفس حجم وافكار وقوة كول اوف دوتي فحتى هي لن تستطيع منافستها كون كول اوف دوتي بتمتلك شهرة العنوان وبتمتلك الجمهور الوفي والمتيم شغلات بدك عشرات من السنين لتكتسبها وبوجهة نظر ايضا كول اوف دوتي هي عامل جدا مهم بتحديد اختيار اللاعب للمنصة اللي بده يشتريها فلو تم حصر اللعبي على منصة معينة فهذا معناه تقليل خيارات اللاعب واجباره على اختيار منصة وحدي فلذلك هني ضد استحواذ مايكروسوفت على اكتف فيجين بليزرد خوفا على مصلحة اللاعب وتعدد خياراته ممكن البعض الان يسأل يقولي اخي ليش القانونيين عن سوني عم يحكوا هالكلام عالرغم انو مايكروسوفت بذات نفسها صرحت اكتر من مرة واكدت انو كول اوف دوتي لن يتم حصرة للاكس بوكس يعني ليش خايفين من هالصفقة لهالدرجة لطالما انو كود رح تضل عم تنزل للبلاي ستيشن الجواب بكل اختصار يكمن بانو الخوف من الحصر هو ليس حصر الجهاز بل حصر الخدمة واضح جدا انو سوني مش خايفي من حصر كول اوف دوتي لمنصة الاكس بوكس هني متيقنين تماما بانو مايكروسوفت ما رح تكسر وعدها وتنافع احترافيتها لكننن خايفين من الاكبر والهي نزول اجزاء السلسلة القادمة من اول يوم للجيم باس الشي هذا رح يخلي ملايين من اللاعبين يفضلوا الاكس بوكس او البي سي مشان يشتركوا بالجيم باس وياخدوا كول اوف دوتي من ضمن اشتراكهم مما طبعا رح يخليهم ما يشتروا بلاي ستيشن او يرموا جهازهم لبلاي ستيشن الحالي على جنب وما يلعبوا عليه الا الحصريات وهي شغلي ابدا مش من مصلحة سوني يؤكد هالكلام تأكيدهم بانو الجيم باس عم ينمو بشكل سريع بحيث انو هالخدمة صارت تشكل 60 الى 70 بالمية من اسهم سوق الخدمات وبوجهة نظرهم انو لو في اي منافس بدو يصنع خدمة منافسة للجيم باس فلن يستطيع الا بسنوات طويلة ومبالغ مالية ضخمة وشراكات كتير قوية تضاهي شراكات الجيم باس فهمتوا الرابط بين الكلام ولا لسه؟ لو تلاحظوا القانونيين عند سوني متفقين على نقطين واحد لا يمكن صناعة لعبة منافسة لكول اوف دوتي اتنين لا يمكن منافسة خدمة الجيم باس من قبل اي منافس ايوه وضحت صح؟ سوني ما بده هالاتنين يجتمعوا سوى بالمرة لانو كول اوف دوتي بحد ذاته قوة خارقة والجيم باس بحد ذاته قوة خارقة فلو اجتمعوا مع بعض رح يصير كأنه ايرين ييجر تلامس مع شخص من الدم الملكي التخوف هذا بوجهة نظري منطقي بجهة وغير منطقي بجهة اخرى الجهة المنطقية هي انه فعلا كلام سوني صحيح نسبيا كول اوف دوتي لو نزلت للجيم باس من اول يوم الشي هذا رح يضر كتير بلاي ستيشن او حتى ستيم لانو الان صار في خيار احسن بمليون مرة خدمة قوية مليانة العاب والان صار من ضمن كول اوف دوتي هذا غير اني حاسس انه سوني خايفانين انه مايكروسوفت تلعب بديلة وتنافي وعدها وتحصر كود للاكس بوكس الرغم انه هالشي رح يكون ساذاجة من مايكروسوفت لكن سوني حذرة جدا من هالشي وبعتقد هذا السبب اللي خلاهن يستثمروا بعشر العاب خدماتية اونلاين رح تنزل خلال الثلاثة سنين القادمة تفاديا لأي حركات نصكم هيك غير متوقعة من قبل مايكروسوفت تحديدا لو الاخيرة خسرت المنافسة ووصلوا لمرحلة بيحتاجوا فيها بلان بي وعندهم اقوى بلان بي بالدنيا لكن الجهة الغير منطقية بهالكلام هي انه نفس الكلام اللي عم يحكوه سوني عن كول اوف دوتي بينطبق تماما على العاب حصرته سوني عنده مثل سبايدر مان اللي لفترة طويلة من الزمن كانت تنزل العاب سبايدر مان على كل المنصات قبل ما تعقد سوني شراكي مع مارفل وتاخد اجزاء سبايدر مان حصرية سبايدر مان اذا ما بتعرفه هو اكتر سوبر هيرو شعبية بالعالم ايضا نفس الكلام هذا اللي حكوه بينطبق على بلاي ستيشن بذات نفسه يعني جهاز بلاي ستيشن بحد ذاته عنده قاعدة جماهرية ضخمة ما رح تتخلى عن جهاز المفضل بهالبساطة حتى لو اضطروا يدفعوا 70 دولار مقابل كل جزء كول اوف دوتي سنويا فما بعرف ان حاسس انه التخوف هون مش بمحله وكأنه سوني نسيت انه سوني وانه بيمتلكه اكبر واهم جهاز العاب في العالم واكبر قاعدة جماهيرية لأي منصة العاب على الاطلاق فمش معقول يعني ما تكونوا واثقين من نفسكم لهالدرجة قبل ما نوصل لنهاية الفيديو في نقاط اخرى ذكروا سوني ما لعلاقة بموضوعنا لكنه شغلات عن جد مثيرة للاهتمام وحابب اتطرق لاع السريع اولا قالك انه بعالم تطوير الالعاب كل الالعاب مبدئيا بتطور لكل المنصات يعني المطور لما بيبلش تطوير لعبته بيكون حاطة بباله انه ينزلها لكل الاجهزة ثم لاحقا لما بتبلش اللعبة تطور اكتر وتوصل لمراحل متقدمة ممكن عاد يدخلوا بشراكات معينة وعقود معينة تخليهم يختاروا منصة معينة لنشر اللعبة عليها والغاء المنصة الاخرى او تأجيلها لوقت لاحق بعبارة اخرى هاي الفترة اللي يتم تحديد فيها ما اذا كانت اللعبة رح تنزل كحصرية دائمة على منصة معينة او مؤقتة او رح تنزل على كل الاجهزة تانيا قالوا انه من اجل تطوير لعبة ضخمة بجودة عالية الموضوع بيطلب مئات الملايين من الدولارات والاقاف الايد العاملي من الموظفين داعمين بهالنقطة مسألة اصدار المزيد من العاب بلاي ستيشن للبي سي وعلى ما يبدو انهم كمان عم يشيروا لتسريع اصدار العاب المستقبلية للكمبيوتر تالتا اكدوا انه الان وصلنا لزمن اصبحت الخدمات المدفوعة عم تنافس شراء الالعاب بشكل مباشر واقتناءة للأبد لكنهم ايضا شايفين انه سعر الاشتراك المنخفض يضر بالمنافسة وبيجعل من بعض الناشرين اللي عم يبيعوا العاب بشكل عادي وما بيوفروه من اول يوم الخدمات يتضرروا بشكل كبير كون الناس قد لا تشتري اللعبة وتقعد تستناها اشهر وسنين لحتى تنزل على خدمة معينة لانهم بلشوا يتعودوا على تحميل الالعاب وليس شراءها وبصراحة هالنقطة على الرغم اني بشوفها ضدي كمستهلك ومستخدم للالعاب لكني بنفس الوقت بشوفها منطقية لاني فعلا بكتير احيان لما بتنزل لعبي جديدي بدل ما اشتريها بقول يلا الا ما تيجي شي يوم وتنزل على الجيم باس الشي هذا طبعا رح يضر الناشرين على المدى البعيد لو كل الناس صاروا يعملوا هيك خصوصا لو صارت الالعاب الاوية تنزل شهريا على الخدمات ايضا اكدوا نقطة حكى عنا سابقا جيم رايان واللي هي انه اصدار الالعاب على الخدمات من اول يوم قد يؤثر بجودة اللعب نفسها ويقللها بشكل كبير كون انه الشركي الان بده تدور على الربح بالاخير وممكن ما توفي معن انه يعملوا لعب جودية خارقة وتكلف مئات الملايين ثم ما حد يشتريها وتتوفر بالخدمة من اول يوم بشكل عام هذا كان اختصار لمقال اريتو على موقع ريسيت ايرا من شخص برازيلة بيشتغل محامة من 14 سنة وهيك قدر يطالع كل هالمعلومات مش متأكدين كون الرجل فعلا صحيح وكلامه مصبوط ولا مجرد تأليف لكن اللي انا متأكد منه انه الكلام منطقي بصراحة وما نشايف فيه مبالغات ولا انت شو رأيكم؟ متحمس اسمها عن طباعاتكم نزلوا تحت على التعليقات واكتبولي رأيكم بكلام سوني هل بتتفقوا معن ولا لا؟ وهل بتتفقوا مع كلامي انا كمان ام لا؟ لا تنسى الاشتراك بالقناة يا جماعة يلا قربنا على الهدف ان شاء الله 400 الف مشترك باذن الله منوصلوا مع بعض باقرب وقت ممكن الف شكرا لكم على المتابعة وانراكم ان شاء الله على خير السلام عليكم